تكرر جرائم القتل ضد الأطفال والبالغين في الأونى الأخيرة يحتم علينا الوقوف عند أو مرة أخرى عند هذا الملف وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة القانونية لذا أتشرف بحضور المحام المعتمدة سيد نجيب بيطام أهلا بك سيد الكريم أهلا وسهلا إذن بداية حديث مرة أخرى حادثة أخرى وجريمة شميع اليوم بولاية أمبواقي ضحيتها الطفل يبلغ من العمر خمس سنوات يوم أمس كذلك الحديث عن حادثة بمورداس حادثة بقسنطينو كما تبعنا في التقرير حوادث وجرائم عديدة المخطط الإنذار فيما يتعلق بالأطفال نبدأ به سيد بيطام اليوم نحن أمام معضلة لأنه على ما يبدو المنظومة القانونية اليوم لابد أن تراجع نفسها خاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام بسم الله الرحمن الرحيم وهو كذلك أختي هاجر اليوم اطلعنا عبر قناتكم الموقرة على فاجعة أخرى روعت العائلات الجزائرية في فلذة الكبد في فلذة الكبد وهي حلقة أخرى من مسلسل الرعب الذي أفزع العائلات الجزائرية ولم يعد أحد آمنا من مثل هذه الجرائم الملاحظة اللي حبيت نبدأ بها أن نتلاحظي معي اليوم جريمة أخرى في شرق الجزائري في عمق الجزائر عين فكرون وهي بلدية آمنة وناس هناس طيبين ولكن فزعوا وفجعوا يعني جريمة هذه نشهدها من غرب الوطن إلى شرق الوطن في كل أنحاء الوطن ولا تقتصر على مثلا العائلات الغنية أو كذا تضرب حتى في عمق العائلات البسيطة تكلمتي على مخطط الإنذار وأنا قلت من خلال هذا المنبر أن مخطط الإنذار الذي أعدته الحكومة لن ينجح ما لم يفعله المواطن نجاحه متوقف على نضج المواطن نضج الحس المدني في ذهنية الجزائري طالما أن الحس المدني غير ناضج أو افتقدناه لأنه شاهدناه وعيشناه في العشرية السوداء أين كان المواطن الجزائري يخبر ويخطر عن كل الشبهات المتعلقة بالجرام الإرهابية افتقدناه بعد ذلك بعد زوال هذا الإرهاب اليوم نحن بحاجة إلى إنمائه وإحيائه من جديد ما يكفيش قال مخطط ولا قال طبق عقوبة الإعدام بش يوضح حد المثل هذه الجرام هذا لا يكفي ليجب أن تشاع في أوساط المجتمع الجزائري ثقافة شرعية وثقافة قانونية ثقافة شرعية يقوم بها أهل الدين كفانة من خطب نواقذ الوضوء في المساجد كفانة من هذا الخطب لازم نمشي ونوعي الناس المساجد اليوم الجمعة يعني عفوا المقاطع سيد بيتام أنت بهذا الحديث أنك تقول لابد أن لا نركز فقط عن المنظومة القانونية ونحملها كل المسؤولية بالتأكيد لأنه عندما نرحت الرجل الدين يقول لك القانون كذلك في الجزائر لا المسؤولية مسؤولية الجميع ما هيش مسؤولية مصالح الأمن وحدهم يستحيل هل تتصوري نديرو شرطي قدام كل مسكن قدام كل مدرسة ما يكفيش هل تتصوري غير العدالة اللي راح تقضي على المشكلة المسؤولية مسؤولية جماعية لازم كل واحدة كيما الباخرة ما يكفيش الربان وحده ليقودها لو كان واحد يتخلف على الدور تاعه ربما الباخرة ما تسيرش لو كان يتخلف المعلم في المدرسة ما قديش دوره ما نقدروش نساهمه في القيضاء الظاهرة لو كان الإمام يتخلف على دوره لو كان إحنا رجال القانون وخاصة أنتم قطاع الإعلام تلعبوا دور كبير في التوعية على المواطن تلعبوا دور كبير في إشاءة الثقافة وتنمية الحس المدني لدى المواطن كافانا من ذهنيتها التختراسي ما يمكنش للمخطط هذا التاع الإنذار ينجح ما يمكنش ينجح إذا ما يفعلوش المواطن إذا مواطن كيشوف حاجة تعشوبها إنسان غريب يدور في حي ما تقولش اختراسي أنا أنا ما عنديش أولاد دونك ما يحوش عليها يا أخي مشتبه فيه هز خطر الأمن عندك الرقم الأخضر والأزرق عايت لمصالح الأمن نفس شي في حوادث المرور نفس شي في حوادث المرور إذا أنتي وانا ما نهزوش ونعايته للرقم الأخضر قال فيه شاحنة في طريق السيار تسير بسرعة جنونية يمكن تسبب في حدث كيف أنا نقضيه على الظاهرة هذه لازم تكاثف الجهود ومن مختلف الجهات هذا مسلسل ما حبش ينتهي أهضرنا فيه بزف والنتيج ما كانش لأنه واش قاعدين نقوله ونحن ما حب يسمعنا والحزاب السياسية لديها دور كبير في هذا لما تشوفي الأحزاب في الغرب قضية كما ذيت بالنوها ويتكلموا فيها ويعطيوا الحلول يعطيوا المقترحات نحن ملاتين بالتشريعية ما زالها قريب عام ويتكالبون على التشريعية يعطيونهم يحسوا يقوموا دور توعوي أين هي الجمعيات جمعيات الأحياء قاعدين غير يحطوا في الميل فاتكم ويطلبوا في الأموال من الدولة دور المساجد دور المدرسة دور الأولياء ثاني ماشي الولي يترك ابنه ربع سنين خمسة يهوم البرة وما يحوش عليه ومن بعد يفتقدوا الوحدة نطع الصباح جاء يرقد ولا مجاش يرقد إذن المسؤولية جماعية ما هيش ولكن حبيت حاجة أختيها نحن مجتمع مسلم يسيدي هذه الظاهرة هذه لا تحدث حتى في الدول مانيش عارف التي لا تدينوا بالإسلام والدين تعمل حنيف يحرمي لأمور هذه مانيش فهم علاش قاعدة غير تزيد هذه الجريمة هذه حان الوقت الآن حان الوقت لدق ناقوس الخطر وعلى أعلى مستوى نشكلوا يسيدي نديروا مانيش عارفنا نديروا المرصد الوطني للوقاية ومكافحة الجريمة كما درنا مانيش عارفنا هيئات خاصة بمكافحة جرائم الفساد نخلقوا هيئة مختصة بمكافحة الجريمة تعلق الجريمة بصفة عامة مانيش غير تعلق الفساد برك تضمن علماء نفس علماء اجتماع اللي يبحثوا ما هي الأسباب اللي تدفع يعني يشوف هذه الجريمة البشعة سمحيلي باللفظة الدارج اللي يهود ما يديروش هك جثة باراء ربع سنين مسكين يقطعوه إلى أشلاء الحلوان ما يديروش هك في مجتمع مسلم إذن الوزع الديني غائب من المسؤول عن الوزع الديني ما كنتي مانيانا ما هو رجل السرطة ما هو وزير العدل هل يمكن القانون يفرض على الإنسان سبحان الله مسؤولية جماعية تكلمتي أيضا إذا سمحت لي على مسألة عقوبة الإعدام أنا قلت لك في ناشط حقوقي في مجال حقوق الإنسان وأختلف مع جملائي في منظمة غير حكومية الحقوق الإنسان أنا أختلف معهم أنا من منصار والمطالبين بتطبيق عقوبة الإعدام حتى في دول متقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية بعض الولايات هناك تقر يعني عقوبة الإعدام هناك الولايات المتحدة الأمريكية نزيد لك حاجة تنفذ عقوبة الإعدام بطرق غير إنسانية بأبشع طرق الكرسي المكهرب الحقوق السامة حتى اليوم سيد بيتاني لليوم لليوم يطبقوها بطرق غير إنسانية وما كانش اللي يتكلم وإحنا تتكلمي معاه أنا نتكلم على جرائم القتلة أنا قلت من أنصار تطبيق عقوبة الإعدام فيما يتعلق مع جرائم القتل سواء كان طفل أو إمرأة مسنة أو شيخ كل جرائم القتل التي تتم بصورة متعمد فيها ومع سبق الإصرار والترصد خارج حالات الدفاع الشريعي عن نفس ولا المال ولا الشرف أنا نتكلم على جرائم القتل عمدي مع توافر ظروف الإصرار والترصد يعني نية المجرم تنصرف إلى إزهاق روح ضحية أنا معا تطبيق عقوبة الإعدام بقضية كما هذه هذا اللي قتل الطفل هذا الصغير أنا أطل بإعدامه في ساحة عمومية ما وشديه للحبس يأكل ويشترب وتخرجوه في الليل واحد ما على بلو وتعطيه ربع رصاصات في الراس يعدموه في ساحة عمومية وسطرين النتيجة ما نيش نقولك سنقضي على جرائم القتل نو جريمة القتل القتل هو أول جريمة وقعت على الأرض عندما قتل قبيل هابيل موستحيل مش نقضيه ولكن نقلل منها يا سيدي قبل عشرين سنوات لك لن نكنش نسمع بهذا الجرائم هاك اليوم الجرائم تعلقتل أختي هازر أصبحت كيف ها كيف حوادث المرور حوادث المرور في النهار نسمعه بعربعة خمس حوادث المرور جرائم القتل ولينا كيف كيف ها عين فكرون هابو مردس هات لمسان هات زاير دون كلات كيف كيف حان الوقت لدق ناقوس الخطر ولازم نجعلوها أختي هازر ونختملك من أولويات اهتمام الحكومة من أولويات لأن لما يروح الأمن تع المواطن ما دور الحكومة المواطن اليوم شوف أقطع عليه كل شي يأكل حشيش أعطيه الأمن ووفر له الأمن وخليه موشي طالب في أمور كذا بس حلم ما يغيب الأمن كل شي يغيب ونعود نقول لك مخطط الإنذار يجب أن يفعله المواطن بالحس المدني ما يقول شانالو كان بلغ الشرطة ما يقولوا عليها كذا وكذا ما يقولوا وش عليك كذا وكذا يا أخي يقولوا عليك مواطن صالح وأنت قمت ربما الإنذار عندك لما تختر مصالح الأمن ربما قد تتسبب في إنقاذ روح بشرية وفي مقابل ذلك علينا أن نراجع بعض القوانين عندنا في الجزائر مثلا مثلا الجريم تلقتل هذه اللي وقعت نبحثه لمن بعد نيابة العامة تتكلم وتعطي الإسباب بتاعها أنا نقول لك هذه وقعت في دوار في بلدية صغيرة يقول لها بلدية عين فكرون أنا من الجيه هذه ونعرف مليح بلدية عين فكرون بلدية صغيرة وكذا ما هو الشخص إجنابي اللي قام بها قام بها واحد من الحي من الأقارب من حاجة هك ما هو الدفع إليها لش تقطع طفل صغير تاربع سنين إلى عيدة أجزاء الفرادية ربما التي يمكن وضعها حاصل الفرادية الفرادية الشعوذة فرادية كبيرة يسر يسر واتفاق متعدنا في المجتمع الجزائري كيف ينظم القانون هذا الأمر؟ القانون معاقبش عليها عقوبة كبيرة يا والكاريثوين أختي هاجر هذ المشعوذين فاتحين محلة في ديورهم يديروا الشعوذة بلا عشان ما تليحقيكش الدلالة على 15 يوم ما هو القانون بالموعي؟ ما عندنا نصف قانون العقوبة ولكن عقوبة بسيطة ما يش حاجة كبيرة الآن حان الوقت الآن إحنا ما قدرناش نسيطروا على منع حدوث جريمة القتل يلا نمشيوا في رواق واحد أخر نحاولوا نسيطروا على المسببات التي تدفع الجاني إلى ارتكاب جرائم القتل ومنها الشعوذة وانسراف نية المجلم إلى ارتكاب أفعال جنسية ضد القصر إذن الروحوا نعالجوا جرائم تاع الشعوذة من قوية العقوبة التاحة نديروها لعشرين سنة كل من يفتح محلا للشعوذة لممارسة الشعوذة يعاقب بعشرين سنة نحيلي هذه الشهرين وعامين نحيها ندير له عشرين سنة مش مزيد شي يفتح نظموا أيضا وهذه على مسؤولية وزارة الشؤون الدنيا هذا الرقات هذا اللي يديروا الرقية الشرعية اللي نوضيقوا الكناراق الشرعي وهم يمارسون أفعال شعوذة موشوكلة يعني حاشا بس حتى لا أظلم من الله فيه ناس اللي يمارسوا يديروا الرقية الشرعية بالأطور تاحها الشرعية وهذه منصوص عليها في الشرع الإسلامية أنا نتكلم عن الأغلبية الأغلبية يمارسون أفعال تجارية بسجل الرقية الشرعية حان الوقت لتنظيم هذا الأمر تولي الرقية الشرعية برخصة خاصة تمنحها وزارة الشؤون الدنيا إذن هنا رواق نحارب به المسبباتها نمشيوا للجرائم الأخلاقية نقويوا في العقوبات على الأفعال الجنسية اللي توقع خاصة على القصر وعلى النساء شدد في العقوبة أنا في إسبانيا منذ شهر نظور اسألت إنسان صديق على ساعتين تأصباح بقول له ليش عندكم اللي هنا بزاف هنا قال لي هنا لو واحد يتحرش بمرأة أقل شي عشرين سنة سجن شاهد إنساء يضروا على ساعتين تأصباح ما كانش لي يتكلم معهم إحنا هنا بعض العصر المرأة في خطر إذا الحق عليها المغرب ما نعرف توصل الدار سالمة أو لها إذن بعض النصوص لازم نعودوا فيها النظر انشددوا خليونا مسائل حقوق الإنسان ننظروا فيها للضحية أكثر من المتهم إحنا جمعي يحبوا يقلبوا الآية يحبوا يقلبوا الآية يتكلموا على مسألة حقوق الإنسان ليصالح المتهم وينسونا الضحية أنا نقولهم حاجة وحدة ماذا لو كل ناشط في حقوق الإنسان أخططه في ابنه ووجده مقطعا على أشلاء هل يبقى يقول ما نديروش الإعدام ربما سيد نجيب بيتام أستسمحك فقط وأنت تتحدث عن هذه الصورة البشعة ربما تصلنا صور من ولاية أم البواقي بالضبط من بلدية عن فكرون إثر يعني العثور على الطفل نصر الدين البالغ من العمر خمس سنوات هذه الصور حصرية لكاميرا تلفزيون النهار أمام منزل الضحية الطفل نصر الدين تلاغت صاحب الخمس سنوات وذلك بعد العثور على جثته مقطعة الأطراف للأسف ومرمية في كيس بلاستيكي طبعا حسب مصادر قناة النهار دائما التحقيقات جارية وشملت بعض أقارب الضحية هذه التغطية نقلها طبعا مراسل تلفزيون النهار من ولاية أم البواقي رشيد قدم الصور طبعا كما نلاحظ جموع من بلدية عن فكرون جيران الضحية وأقاربه هذه صور حصرية طبعا لقناة النهار من أمام منزل الضحية طفل نصر بن تلاخ تلاخ صاحب الخمس سنوات والذي وجد مقتولا صبيحة اليوم وأطرافه مقطعة ومرمية في كيس بلاستيكي سيد بيطام صور مؤثرة يندد في الواقع بغض النظر عنك عشرت منذ قليل أنه لابد أنه يكون وعي لدى الشعب لكن عندما نلاحظ صور مماثلة كيف يتفاعل الجزائري مع هذه الأمور نعم تشوفي هذا الصور هذه شوف الساكن اللي خارج منه وضحية المرحوم ساكن الجزائر العميقة واحد مواطن يعني الجريمة هذه رأي تضرب كيمة الغني كيمة الفقير في الجزائر لا تستني أحد وتشوفي في المسيرة هذه يبدو أنها رايحين للجنازة رحمه الله هذا التفل هذا يبدو أنه رايحين بشي يدفنوه شوف المطلب بتاع الشعب ينادي بالإعدام لماذا نستجيب لماذا نستجيب لهذا المطلب الشعبي أو نصوص عن القانونية الحالية السرية تنص على عقوبة الإعدام يجب أن نرفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام فيما يتعلق بزرائم القتل واللي عنده كلام واحد أخر نديره مناظرة وقدم شعب لماذا تقتل القضية في كل مرة في حد ذاتها هذه القضايا تقتل رحضنا أنه ما حدث لنهار يعني وأخذ فطرة ربما فطرة طويلة لهذا تفاعلت معه كل مجتمع أطراف حتى السياسيين حاولوا أنهم يدخلوا في هذا الملف لكن فيما بعد ماتت القضية وهذا سيناريو مرتقب مع ما حدث نقول لك لازلنا نراوح أما كان في الكلام صحيح وش قاعدت تقولي قاعدين تكلموا مجلسنا ويلو في الواقع طيب الدولة قامت السلطة قامت بلعليها أعطتنا مخطط الإنذر وأنا قلت هذا ما يمكن شي ينجح إذا ما يفعلوش المواطن إذا ما يفعلوش المواطن أنا أقترح مثلا ندوة وطنية تنظمها الحكومة دولة الوزير الأول سعيد ماكس لا يدخل ينظم لنا ندوة وطنية فيها الآئمة فيها الفقهاء التعدين فيها علماء النفس فيها رجال القانون فيها رجال القضاء فيها الجمعيات نجتمعوا في ندوة وطنية ونحاولوا نخرجوا ندرسوا ما هي الأسباب ونقترح الحلول وكان مطلب الشعبي هذا واحد ما يقدر يفوته تنفيذ عقوبة الإعدام حان الوقت للسلطة للحكومة أن تستجيب لهذا المطلب وسهل أنا اقترحت من هذا المنبر يسيدي نديروا استفتاء شعبي إذا كان رانا حشمانين ورانا خايفين من المنظمات الدولية الحقوق الإنسان الإجنبية منظمة العفو نديروا استفتاء شعبي الشعب يجي نتيجة هل أنت مع تنفيذ عقوبة الإعدام أم لا في جرائم القتل بش نكون ورح في جرائم القتل في جرائم الاقتصادية وكذا لا نحيو عقوبك في جرائم القتل والتنكيل بالجثث القصاص نحن ما نعرفوش خير من رب العالمين نديروا استفتاء والنتيجة على استفتاء نقدموها في تقرير للمنظمات الدولية قال يا أخي أنا الشعب يطالب هاني رح نرفع التجميد على تنفيذ عقوبة الإعدام ورح ننفذه في مثل هذا الجرائم سيد بيطام هنا فقط ونحن نتحدث عن جانب القانونين هل فقط الجزائر متخوفة من منظمات الدولية الحقوق الإنسان أم أن هناك أسباب أخرى وهنا أشيل إلى نقطة وأنت يعني في مجالك مجال القانون تأثير القانون الفرنسي على القانون الجزائري ما مدى تأثيره في هذه النقطة نحن تبعية تبعية كبيرة القانون الفرنسية اللهم ما في بعض الحالات نحيقانو الأسراء نحيقانو الأسراء ما هوش مستمد من حكام الشرع الإسلامية بنسبة 80-85% قانون العقوبات قانون الإجراءات كل شيء ما أخذينه من فرنسا تبعي إخنا عندنا خصوصياتنا تعلموش ما عندنا ديننا وتقاليدنا وعاد الله ديما نتبعو في الغرب هاو الغرب هما 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 ما عندهمش عندهم نصحموش بهذا البشاري عندنا احنا هما نسمعوا عندهم القتل هذا التلفزة الوسائعة المتحمية مرة في الشهرين في ثلاثة نحن أولت أسبوعين قد عندها قضية النهال من اللي فاتت يعني تقريبا أصبحنا في وقت معين الولايات المتحدة الأمريكية عاشت عندهم في بعض هذه المنادق أنه استمعوا بجرائم قتل يعني باشعة أصبحت الصورة نفسها في المجتمع الجزائري وكذلك احنا قلت عندنا خصوصياتنا رعي وخصوصي رجع لك لسؤالك ما كان سبب واحد أخر بحثنا احنا كقانونيين كحقوقي ما كان سبب واحد أخر إلا مسادقة الجزائر على لوائح الأمم المتحدة التي صدرت سنة 2007 التي صدرت سنة 2007 وهذه ما يشرح تقيدها تقدر الجزائر تتحلل منها أنا نفهم أنا نفهم تفكير تعلمسؤولين السياسيين في الجزائر نفهم ما هو السهل أختي هازر باش نتحلوا ملتزم دولي عواقبه ستكون وخيمة تردي الأخر يدير عليكم بارغو ما يسهل نفهم تفكير السياسيين لذلك أنا اقترحت اقترحت قلت نديروا استفتاء شعبي كي تروح قدام المنظمة الدولية ويديروا التقارير وقال حقوق الإنسان في الجزائر قال يا أخي أنا در استفتاء هذا مطلبون شعبي أغلبية الشعب الجزائري تطالبوا بتنفيذ عقوبة الإعدام طهر أنت موجود لخدمة مطالب الشعب موجود ضد الشعب الشعب تركوا عنده عامين هو يطالب بتفعيل عقوبة الإعدام وانت سكت نديروا استفتاء نعطيه كل حجة للمنظمات الدولية ندير استفتاء وهذه النتيجة هذه الساعة المنظمات الدولية ما تقدرش تقول لك الجزائر تخلق حقوق الإنسان طبعا سيد نجيب بيطان في مرض حديثك نوهت إلى نقطة تتعلق بدور الجمعيات ودور مختلف الأطراف لهذا يلتحق بنا عبر الهاتف السيد مصطفى خياطين لكن هذه المرة بصفته رئيس مرصد حقوق الطفل ما سألك سعيد سيد مصطفى خياطين مساء الخير ومساء الخير كل مشاهدين شكرا لك سيد مصطفى خياطين يوم نتحدث عن مرصد حقوق الطفل نتحدث كذلك عن مختلف الجمعيات المتعلقة بحماية حقوق الطفل موقفكم فيما يتعلق بهذا ودوركم كذلك خاصة أن هذه الحادث في كل مرة تتكرر الحقيقة أنا أظن أن تكرار هذه الجرائم المفجعة في المجتمع الجزائري يعكي شو ربما مرض ينخر المجتمع من الداخل وبالتالي جانب هذا الاختطافات هو إلا جانب من الجوانب إلى العنف الذي نراه يوميا في كل الأمكنة فلازم تكون هناك ربما استراتيجية وطنية لمحاربة هذا العنف في كل أشكاله وكل مظاهره وفي كل مستوياته مع تطبيق القانون تطبيق القانون في كل مستويات وبالتالي ممكن أننا ربما نحاول أننا نغير مما نراه يوميا صحيح أنه نشوف أنه كان اختطافات بدأت تتكرر في العالم إذا أخذنا أوروبا كان اختطاف في السنة في سنة في سنة في السنة نحن نشوف أنه في ثلاثة اثنين اربعة حتى الخمس اختفافات في السنة وبالتالي العدد يعني مهول بالنسبة لمجتمعنا فكل اختطاف يحدث يعني ضججة كبيرة من العواطف من الأمور كذا فربما فيما يخص بطيف أبو البواجي الأمر السابق والأولي أننا نعطي خلاصة لأن ننتظر التحقيقات لنعرف يعني خابية هذه هذا الأمر للمؤلم ولكن بالنسبة للأمور الأخرى فهناك ربما كان فيه خلاصات وبالتالي كان فيه قوانين في الجمهورية لازم هذه القوانين تطبق ولكن لازم كذلك القانون يعطي حق الشفعة لولي الطفل أو لأهل الطفل فإن أراد ربما أن ما يكون فيه للإعداء ممكن أن يكون فيه السجن المؤمن وبالتالي المهم هو تطبيق القانون ومحاربة العلم في كل مظاهره ربما سيد نجيب بيتام يريد يتدخل فيما يتعلق بحق الشفاعة ربما لا يوفق الرأي مئة بالمئة هل تسمح بذلك طبعا سيد مصطفى خياطي هل أنت معنا سيد نجيب بيتام لديه فقط تعقيب على هذه النقطة سيد مصطفى خياطي يحترمه كثيرا والاختلاف رحمة وأنا لا أوافقه في مسألة السجن المؤبد فيما يتعلق بجريمة كما هذه مهما كان الدافع لها ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب هذا رب العالمين نحن لا نعرف خير من رب العالمين إذن أنا أنا من مؤيدي والمطالبين بتفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام لماذا؟ لأن المتحججين بعدم نجاعة عقوبة الإعدام يقول لك لا نعدموه خلاص ينتهى الأمر يقول لك باركونتر اللي نحكم عليه بالمؤبد يقعد حياته وكامل هو يتألم هذا منظور بشري المنظور الإلهي يطلب مننا القصص بشروط بشروط لازم أهل الضاحية يقبلوا وإحنا بشي تحكم في الإعدام في الجزائر يفوت على عدد محاكمات محكمة الجنايات ثم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ثم تعادل محاكمة يعني حوالي خمسة ست محاكمات على خمس ست تشكيلة مختلفة بشي ثبتوا حكم الإعدام أنا ما نفهمش جريمة كما هذه باراءة ربع سنين ربع سنين يعني تصوروه معايا في الصورة تصوروه معايا راهوا حي مسكين والجاني حكمه طيحه في الأرض وحط له الموس على الرغبة اللحظات هذه اللي يعيشها ثم يقطعوا يذبحوا ويعود يقطعوا بالساطور ويديروا في كيس ويديه للموا بحذة الباب يحطوا بحذة الباب تعيمة وين تسكنيما هذا ينفع فيه المؤبد ما ينفعش هناش ضربنا وعندنا عشرين سنة ما طبقناش الإعدام هاي ما جابتش نتيجة كي كنا نطبقوا الإعدام في السبعينات والثمانينات والتسعينات ما كانش هذا الجرائم النهار حبسنا ما نطبقوش الإعدام كثرت جريمة القتل ما وش غير جريم قتل الأطفال نعود ونرجعوا نشوفوا نطبقوا عقوبة الإعدام ونشوفوا وحتى نضح حد لهذا الاختلاف الروح للشعب الروح للشعب أخيرا في بلد ديمقراطي لماذا تريدوا الأقلية فرض رأيها على الأغلبية الروح للشعب عن طريق استفتاء إذا قال الشعب يا سيدي نفذوا الإعدام نفذوا إذا قال الشعب لا لا رحمة بالقاتلين حطوهم في الحباس ياكلوا ويشربوا معززين ومكرمين نضروا رأي شعب سيد جيم بيطام سيد مصطفى خياتي ربما قد استمع لا بالحقيقة ما فيه اختلاف ربما سيد بيطام ما تهمش ربما القصر التعي ولكن نحن من 2016 كنا طالبنا بتطبيق الإعدام في حالة خط واختصاب وقتل للأطفال وربما كنا من أوائي في هذا الموضوع ولكن الآن كان فيه ربما أشياء أخرى ما هي هذه الأشياء سيد مصطفى خياتي نعم الأشياء هو أنه يعني المقاش لجب يفتح من كل شرائح المجتمع هذا رأي القانون هذا رأي أهل الاجتماع هذا رأي أهل الدين ثم يكون فيه ربما اتلاف حول رأي ولكن كان هناك قوانين في الجمهورية لجب هذه القوانين تتقط إذا أردنا أن نقاوم العنف في كل مظاهر سيد مصطفى خياتي فقط حتى نختم معك فيما تعلق بهذه النقطة تحدثنا مع سيد نجيب بيطام منذ قليل عن المخططة الإنذار وغيره وكذلك أشار سيد نجيب بيطام إلى فكرة أنه لابد أن يكون هناك ائتلاف ما بين مختلف أطراف المجتمع من أجل الوقوف يعني سواء الجمعيات مثل الأمر بالنسبة لمرصدكم لهم كلها تتحرك اليوم ولا يبقى مجرد حديث وكلام لا هو مخطط الإنذار هو آلة من آلاف الرضع المذكر لتفادي ربما قتل الضحية بعد الاختبار كل مكان يطبق بسرعة إلا وفيه احتمال أو إمكانية أننا نظفر بطيف الحي وبالتالي ما لازمش تعطله أكثر من ما عنده ولكن لازم لما يكون التطبيق حتى حال الآلية لازم يكون فيه تجنيد كل شرائح المجتمع ما وقع الأمس أمور بوادي للبحث عن الضحية يطيق أن الشعف يعني صحيح أنه رجال أمن جاء وبدو يحسون لكن كل القرية كل أهل القرية شاركوا في هذا فإذا حقنا أنه الأمر ينجح لازم يكون فيه تجنيد عام في لحظات مهمة جدا لتفادي أن الطفل يقتل أو يؤخذ إلى جهة غير معروفة اتضحت الصورة سيد مصطفى خياطي رئيس مرصد حقوق الطفل جزيلا شكرا لك على هذه المداخلة شكرا بارك الله فيك وشكرا لأي فيك شكرا لك سيدي إذن سيد نجيب بيطام الآن أريد أن أتوقف عندها نقطة تتعلق بحتى جرائم القتل ضد البالغين يعني ذاك ممكن فقط الصور المتعلقة اعتداء يعني هذا الشخص معروف لدى الجهاد وتم القبض عليه لكن تم إخلاء سبيله بعد ذلك بصفاته مختل عقليا هنا القانون يعني نحن نتحدث طبعا حقوق الطفل فيما يتعلق بما يحدث من جهة المقتل لكن بالنسبة للبالغين كذلك نعم هو المجنون في هذه الحالة هذه مرفوع له القلم إذا كان ثبت بخبرة طبية نعم ولكن أنا معك في الرأي نرى في شوارع مدننا في الجزائر مجانين يشكلون خطر على حياة المرة خاصة على الفئات الضعيفة على الأطفال والنساء خاصة ولا تتحرك السلطات أنت تعرف هذه المسؤولية مسؤولية من مسؤولية السلطات المحلية البلدية بالدرجة الليلة هي اللي عليها واجب باش تروح تشوف المجانين اللي يضوروا ويشكلوا خطر تهزهم تديهم تحطهم في مصحات عقلية لأن أغلب هؤلاء الأغلبية تحم ما عندهمش أهلي ما عندهمش عائلات معروفة تلقى واحد مسكين جاي من الصحراء هايم في الجزائر العاصمة ويشكل خطر على الأشخاص وعلمهم تلقى الممتلكات تلقى إنسان مجنون يمشي بالعصائق يصرف سيارة هذه مسؤولية السلطات المحلية ومسؤولية المواطن في الإختار في الإبلاغ المواطن فقد الثقة في السلطات المحلية عادي يقولك أنا نستيليفون معيط البلدي آه يقولك إحنا هذه ميش أولوية ولا عقلية أنا وخاطيني موش يظرف فيها موش يظرف السيارة تاعي لا يسهل عليه هني قلت لك مسألة الثقافة والتنمية الحس المدني ضرورية عندنا في الجزائر هذه القضايا اللي تكلمتي عليه مدهو المجانين اللي يتسبوه هذه مسؤولية السلطات ما فيها القانون ليس لديه دخل يعني فيما يتعلق يعني مضعية هذا الجانب ما بعد قانونية نشوف كي عدوا الأهل تعبينينها مراهم العائلة العائلة تتحمل المسؤولية لأنها يقع على عتقها هي تحتفظ بهذا الولد انتحها لشكل خطر على المجتمع ولا تختر الجهات ولكن الحالات الشائعة هي أن الناس مساكن وبتولوا بمرض الجنون يهومون في الشوارع ولا نعرف لهم يعني العائلة تحم هذه هنا المفروض البلدية تدخل تدخل بتسخيرات مع الحماية المدنية يهزوا الشخص هذا ويديه ويحطوه في المسا البلدية ما قاعداش تقوم بهذا الدور ما قاعداش تقوم بهذا الأدوار هذه صح هذه مسؤولية موج ديما نبريو المؤسسة تتعدل موج ديما نبريوها نبريوها لما تكون الأمور ما يشعل مسؤوليتها صح قضايا كما هذا مسؤولية البلدية حاجة وحدة أخرى الحيوانات الهائمة هاني مننا نغتانم الفرصة ونوجه نداء للبرلمان للبرلمان تعنا يديروا قانون ينظم مسألة هذه الحيوانات الأليفة التي تشكي الخطر على يخي ديما هزوا قوانين من فرنسا يروحوا لفرنسا ونجيبوا القانون لينظم مسألة هذيك هما يفرضوا في فرنسا كل إنسان عنده أكرمكم الله كلب لازم يصوقوا بالحبل هروحوا يجيبوا القانون ديروها أنا أنذرتكم قبل ما توقع كورث وقانت النهار تناولت وتمحت طفل لتلح عليه الكلب الأخر علاش عندنا فرق قانوني أصبحت هذه الكلاب للتزيون يجيبهم الشباب هذو يجيب يتزيون يروح الجامعات لليسي الأماكنوين كين سبزاف ويتلقوا الكلاب أصبحوا حتى يستعملوهم في السريقات يهددوا به من النساء ويهددوا به بالولاد الصغار بش يسرقوهم بش يسرقوهم فيه فراغ تشريعي هاني نبهتكم ديرونا قانون يلزم هؤلاء الأشخاص كل واحد عنده حيوان أليف يحبيم الشيه البرا يستعمل هذك الحبل وبطول بطول ثلاث أمطار بش ما نطيحوش الفخري طاحت فيه القانون الفرنسي اللي قال حبل عجماعة دير حبل تاعة خمسين مترا هذا فراغ تشريعي ها ورجو القانون نبهكم ليه ديرونا القانون هذا وما تقعدو الساكتين يزيد يعضوا الكلاب ولدنا ونبقوا ديما في حلقة مفرغة نبهت الهادي ونبهت الجريمة الشعوذة والرقية التي تمارس الرقية الشرعية التي تمارس ذوك خلاص ما نقدروش أختي هزر ما نقدروش ركز وغير ديما انتهموا مصالح الأمن والسلطة القضائية ما ذو بورة أمسا لكن مصالح الأمن تقوم بدورها القوضات يحكمون بالإعدام علش نحملهم المسؤولية يحكمون بالإعدام ولا تنفذ الأحكم خلاص ذوك الروح والحويج وحدة أخرى التينا بهذه الجهات لقينا الخليل موش فيها مصالح الأمن في كل مكان موجودة تنتظر إنذار المواطن المواطن لا يقوموا بدورها لماذا تحمل الشرطة المسؤولية أنت تشوف إنسان داخل يسرق دار جارك وسكت ما تهشي الهاتف تكلم شرطة لأنك تقول خاطئ راسي وتخافي في قبيعة جار يدير ما تحملش مسؤولية مصالح الأمن إذن الآن نروحوا نكافحوا نكافحوا المسببات التي تؤدي إلى هذه الجرائم تكلمت على العام اللي فات من هذا المنبر تكلمت عن البطاقة الوطنية للمسبوقين قضائيين في الجرائم الحمد لله وزير العدل استجاب منذ شهر هداروا مشروع تعلب بطاقة الوطنية للمسبوقين القضائيين في الجرائم الأخلاقية وجرائم الأطفال أنا أطالب اليوم بوضع قوانين صارمة بحيث ما يمكنش تمارس الرقية الشرائية إلا برخصة خاصة من وزارة الشؤون الدنيا من مديريات تعالى أخر ونشده في العقوبات التأشعوذة ونفعل عقوبة الإعدام وعلى عام إن شاء الله لحيانة ربين تلاقيه ونشوفه النتائج فيها نتائج ولا ما كانش نتائج هذا ما نتمنى المحامي يجيب بطام شكرا لك على الحضور وكل المعلومات التي قدمتها شكرا